في 26 شباط فبراير 1972 أقدمت مجموعة من عناصر الأمن العراقي على محاولة اغتيال أبرز المعارضين المقيمين في القاهرة منهم اللواء الطيار الركن عارف عبد الرزاق رئيس الوزراء العراقي الأسبق والعقيد صبحي عبد الحميد وزير القارجية العراقي الأسبق والعقيد عرفان عبد القادر وجدي آمر الكلية العسكرية الأسبق أيضا وتوصلت النيابة المصرية لأمن الدولة بعد إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين إلى مخطط كبير يهدف إلى تيال عدد آخر من اللاجئين العراقيين منهم اللواء سيد حميد سيد حسونة أحد قادة الفرق العراقية السابقين والضابط رشيد محسن مدير الأمن العام الأسبق والعقيد عبد الهاد الراوي وزير عراقي سابق وجميعهم من التيار القومي وقد وجهت نيابة أمن الدولة الاتهام إلى سبعة عشر شخصا تم القبض عليهم من مجموع واحد وعشرين شخصا تم إرسالهم إلى القاهرة لتنفيذ عمليات الأوثيال هذه وقال مصدر في وزارة الداخلية المصرية إن هؤلاء المتهمين حضروا من العراق خصيصا للقيام بعمليات الأوثيال تلك وهم مدربون على القيام بمثل هذه العمليات وتبين أن الجنات انقسموا إلى مجموعتين مجموعة توجهت إلى مسكن صبح عبد الحميد في الزمالك والمجموعة الثانية توجهت إلى منزل عارف عبد الرزاق بالعجوزة ولما فشلت في لقائهما توجه ثلاثة منهم إلى مسكن عرفان عبد القادر ثم تمكنت سلطات مباحث أمن الدولة من ضبط ثلاثة من الجنات في شقة بشارع الشباب في ميت عقبة حيث اتضح أنهم عراقيون وأنهم جاءوا منذ أيام واستأجروا هذه الشقة لمدة محدودة وقد قادت اعترافات هؤلاء المتهمين الثلاثة إلى القبض على المتهمين الأربعة عشر الآخرين أحد عشر منهم كانوا يحاولون أنهرب بحرا عن طريق الأسكندرية وقد حاول ثلاثة منهم اللحاق بالطائرة المغادرة إلى العراق في الساعة السابعة والنصف من سباح يوم السبت 26 شباط 1972 أي بعد محاولة الارتيال بساعة واحدة ولكنهم لم يتمكنوا من اللحاق بالرحلة فعادوا ليختفوا حتى قبض عليهم إلا أن واحدا منهم لجأ إلى السفارة العراقية ثم قبضت عليه أجهزة الأمن المصرية في كمين أعدته له بالقرب من السفارة وقد تأكد من التحقيقات الأولية مع المتهمين أن جميعهم من رجال الأمن العراقي ضباطا ومفوضين وكلهم ينتمون إلى حزب البعد العراقي وأكدت مباحث أمن الدولة المصرية أن المخططين لعملية الارتيالات على رأسهم ناظم جزار مدير الأمن العراقي وصلاح المدرس وشامل السفار الضابطين بالأمن العام هناك كما عثرت المباحث على المسدسات المضبوطة الاثني عشر إضافة إلى مسدسين آخرين عثر عليهم في النيل أمام فيلا أم كلثوم ومسدس ثالث في مجرى مائي في الهرم وأعدت النيابة العامة المصرية تقرير الاتهام بحق 17 مقبوض عليهم وكذلك بحق ناظم جزار مدير الأمن العراقي وصلاح المدرس وشامل السفار باعتبارهم المخططين للعملية ومحرضين عليها وقالت إنهم سيقدمون للمحاكمة غيابيا وكذلك المتهم بهاء عبدالجبار المختفي داخل السفارة العراقية وفي مطار بيروت تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من إلقاء القبض على بعض المتهمين الذين استطاعوا الهرب من القاهرة إلى بيروت وهم كل من علي حسن حسين وفائز فايق وتوفيق فخري وسلوم أحمد وحسن عامر إلا أنها أطلقت سراحهم فيما بعد بواسطة قامت بها سفارة العراق في بيروت موسيقى